أهلا بكم عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية الصينية بالعاصمة السعودية الرياض وخلال كلمته أمام القمة أكد الرئيس السيسي على ما يجمع الشعوب العربية من روابط ممتد عبر التاريخ مع الصين منذ فجر التاريخ وأشار الرئيس السيسي إلى أن التعاون العربي الصيني تأسس على تعظيم المنفعة والمصالح المشتركة ومواجهة التحديات التنموية فضلا عن إيجاد حلول سياسية سلمية للأزمات الدولية والإقليمية واحترام خصوصية الشعوب وحقها في الاختيار دون وصايا أو تدخلات خارجية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أخطر ما يواجهه العالم خاصة الدول النامية هو أزمة الغذاء وتبعاتها وهو ما يدفعنا لتوثيق شراك العربية الصينية في مواجهة هذا التحدي وخلال كلمته أمام القمة العربية الصينية شدد الرئيس السيسي على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي بالتخفيف عبء الديون على الدول التي تعاني من ارتفاع فطورة استيراد الغذاء والطاقة مع العملية على تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد وإعادة صياغة أطر حوكمة الاقتصاد الدولية والمؤسسات المالية الدولية لتكون أكثر عدالة وشفافية كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة السعودية الرياض وصرح المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية بأن المباحثات تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاتثمارية وأكد الرئيس السيسي أهمية اللقاء مع ولي العهد السعودي لا سيما في ظل هذا التوقيت الدقيق الذي يشهد العديد من التطورات المتلاحقة على الصعيدين الإقليمي والدولي كما شدد الرئيس السيسي على أهمية استمرار وتيرة التشاور والتنصيق الدوري والمكثف بين مصر والسعودية حول القضايا محل الاهتمام المشترك ومن جانبه أكد ولي العهد السعودي أهتزاز بلاده بمثيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير مشترك ومستقبل واحد قال الرئيس الأوكراني فلودمير زينيسكي أن الوضع في مناطق رئيسية من جبهة دومباس بشرق البلاد لا يزال صعبا الغاية على حد تعبيره وأوضح رئيس الأوكراني أن قوات الأوكرانية في كييف تصد الهجامات الروسية وتلحق بها خسائر كبيرة مشيرا إلى أن الجيش الروسي أحدث ضمارا في بلدة باخموت إحدى مراكز المعارك في الآونة الأخيرة أعلنت الأمم المتحدة أن بيلاروسيا أبلغت المنظمة الدولية أنها ستقبل دون شروط مسبقة عبور الحبوب الأوكرانية من أراضيها للتصدير من مواني لتوانيا وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغاريك إن جوتيريش التقى نائب وزيخ خارجيات بيلاروسيا الذي أعاد التأكيد على طلبات حكومته بأن تتمكن من تصدير منتجاتها من الأسمدة التي تغضع حاليا لعقوبات سجلت الصين 13811 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 3082 إصابة مصحوبة بأعراض و 10729 بلا أعراض وقالت لجنة الصحة الوطنية أنه بالثثناء الحالات الوافدة سجلت الصين 13585 إصابة محلية جديدة منها 3034 مصحوبة بأعراض و 10551 بلا أعراض ولم يتم تسجيل حالة وفاة جديدة ليبقى العدد الإجمالي للوفيات 5235 حالة ورياضيا تأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور النصف النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بعد فوزه المثير على منتخب هولندا بدربات الترجيحة بنتيجة أربع أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهم على استاد لوسيل ضمن منافسات الدور الربع النهائي للمونديال وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين الأرجنتيني والهولندي بنتيجة التعادل بهدفين مثليهما لتحسم ركلات الترجيح تأهل الأرجنتين لمرابع الذهبي للمونديال هذا ويلتقي اليوم منتخب المغرب مع نظيره البرتغالي في الخامسة مساء على استاد الثمامة بينما يواجه منتخب إنجلترا النظير والفرنسي الساعة التاسعة مساء على استاد البيت ختام مجزء التاسعة فواصل معهود لحضراتكم لاستجمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر